طبعاً هذه التجربة سوف تعمم على عشرة مستشفيات تم اختيارها في بغداد والمحافظات بنفس الإمكانيات وبنفس الآلية وبنفس الفريق ورح نتقدم خطوة إلى تأمين أجهزة متخصصة في هذه المستشفيات حتى تكتمل الخدمة نسأل المريض يقول 40% تقريباً 50% من المستشفى و50% أنا أشتريها من بره لا نريد 100% تجهز من قبل المستشفى مو ذن بالمواطن أنه يتبنى شراء الأدوى كانت هذه أولوية حاضرة أمامنا في مسألة تأمين العلاج اللي يهمنا هو استرداد الأموال طبعاً المتهمين الآخرين اللي صدت عليهم أوامر قبض هناك متابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية في داخل العراق وفي خارجة طرينا الروح للأنتربول وعممنا هذه الأوامر وهناك وفوت ولجان تتابع مع هذه الدول في مسألة استرداد هؤلاء المطلوبين رغبتنا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة قوية وعلاقاتنا واضحة بهذا الاتجاه لكن الشقيق والصديق يجب أن لا يساند أو يؤوي أي من الفاسدين أو يعرق العملية استعادة الأموال المسلوقة من الشعب العراقي هذا معيار مهم وأحد أهم الثوابت في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة المحاضرين ثمان سنوات سس سنوات أربع سنوات اشتغلوا وعملوا تطوعاً وتحملوا ظروف المعيشية شتى الظروف اليوم حقهم على الدولة وفق القوانين اللي موجودة وفق التخصيصات أنه ينالون التثبيت وهذا الإجراء اللي اتخذه مجلس الوزراء واتخذ هذا القرار مع كثير من الحالات المماثلة هذا جزء من توفير فرص العمل لكن بصراحة ما نقدر نستمر فيه لأنه اليوم نتكلم عن موازنة ارتفعت فقرة الرواتب من 41 تريليون إلى 61-62 تريليون هذه كلها الاتزامات وقرارات اتخذتها الحكومات السابقة واليوم احنا معنيين بحسمها وتبويبها بالشكل الذي يضمن مصالح الجميع